في الشأن التربوي الآلاف سنويا من تلاميذ جهة سوس مسا درعا يغادرون كرها حجرات الدرس النصيب الأكبر لفتيات العالم القراوي والأسباب متعددة لعل أبرزها بعد فصول الدرس عن المنازل التي يطبعها منطق التشتت النموذج من إحدى الجماعات القراوية النائية لإقليم وارزازات روبرتاج عبدالطيف بن طالب ومولودي زيندين في رقعة جغرافية تزين قممها الثلوج بدوار أمزري في إيمينولون اجتازت ماليكا المستوى الابتدائي غير أن ظروف أسرتها ودوارها حالت دون التحاقها بالإعدادية لمتابعة دراستها اجتازت المستوى السادس ابتدائي تقول ماليكا بتردد واستحياء كبيرين ولم أستطع الذهاب للإعدادية لبعدها عنها لم نستطع إرسال بنتنا إلى الإعدادية لبعدها فخفنا عليها ومصاريف الدراسة كثيرة كما أن الطريقة تنقطع أحيانا بسبب ظروف طقس ماليكا ليست الفتاة الوحيدة التي انقطعت عن الدراسة في الدوار نفسه ست فتيات انقطعنا السنة الماضية بعد اجتياز المستوى السادس وكل هنا اشتركنا في أسباب الهضر المدرسي ابنت قطعت عن الدراسة بعد سنتها السادسة فوالدها متعب جدا وليست لنا الإمكانيات لإرسالها أمام خوفنا عليها بعد الإعدادية عنا وخوفنا على ابنتنا فآثرنا بذلك انقطاعها عن المدرسة حسب أكاديمية جياتي سوسما السادرع يعرف الوسط القروي هدرا مدرسيا بمغادرة 27 تلميذة للمدرسة بشكل يومي ليصل عدد المنقطعين سنويا إلى ما يفوق 6000 تلميذ وتلميذة